اهلا بكم الى عالم الاقتصاد كشفت هيئة النزاع عن إيقاف التحقيق بالملفات الخاصة بالتهريب وغسل الأموال في وزارة الداخلية بسبب ضغوط مورسة على الجهات المعنية بإجراء هذه التحقيقات وبيّنت الهيئة أنه على مدى سنة ونصف تم جمع العديد من الأدلة والوثاق حول عمليات التهريب وغسيل الأموال التي قام بها من وصفتهم بحيتان الفساد من المتنفذين بالاشتراك مع ضباط في وزارة الداخلية مشيرة إلى أنها لم تتمكن من أعلان نتائج التحقيقات بسبب الضغوط الكبيرة التي مارسها البعض على مكتب المفاتش العام ومن ثم لم يتم اتخاذ أي إجراء بخصوص هذه القضية حمل نائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والوزارات ذات العلاقة مسؤولية تلك مشروع ماء البصرة وقال خلاطي إن مشروع ماء البصرة هو مشروع استراتيجي ويمكن أن يؤمن المياه الصالحة لأكثر من خمسين بالمئة من سكان المحافظة مشيرا إلا أن الوزارات المعنية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمتابعة المشروع وسبل تنفيذه في الوقت المحدد لها أكدت مصادر في وزارة الكهرباء وجود حاجة ملحة لصيانة محطات الكهرباء مبينة أن الوضع المالي الراهن للوزارة لا يتناسب مع متطلبات صيانة تلك المحطات وأضفت المصادر أن المبالغ المخصصة لصيانة المحطات الكهربائية من الموازنة العامة لا تكفي لمتطلبات صيانة من مواد كيميائية ومصاريف نقل طاقة مشيرة إلى وجود متطلبات بإلغاء تحليل صلاحيات صرف 15 مليار دينار شهريا فقط وتخويل الوزارة بالتصرف بأموال الجباية وفق الاحتياجات اللازمة أعلنت شركة تسويق النفط العراقية سومو أن الشركات النفطية الهندية ثلاثة شركات الصينية كانت الأكثر شراءا للنفط العراقي خلال شهر حزيران الماضي وذكرت سومو في إحصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي أن ثماني شركات هندية اشترت النفط من أصل 39 شركة تقدمت بطلب للشراء خلال الشهر الماضي وأضافت سومو أن الشركات الصينية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع سبع شركات تليها الشركات الأمريكية والكورية الجنوبية وبواقع أربع شركات لكل منهما قال وزير النفط ثامر الغضبان أن تعليمات قانون الموازنة والعجز فيها عامدان يعرقلان تعيين خريجي الهندسة الكيميائية وأضاف الغضبان أن وزارة المالية لم تمنح وزارته الدرجات الوظيفية لخريجي الهندسة الكيميائية والبالغ عددهم 2440 خريجا بسبب ما جاء في نص قانون الموازنة مشيرا إلى أن الأموال غير متوفرة لوجود عجز بالموازنة يقدر بـ 21% يذكر أن صادرات النفط في العراق قد زادت بنسب غير متوقعة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية مما أدى إلى ضخ مليارات الدولارات لخزينة العراق نتابع الآن أسعار صرف الأموالات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر